اشتركوا في القناة صاحب المعالي القائد العام لقوات الدفاع البحرين بقائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له مشيدا معالي بعلاقات التعاون الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما تشهده من تطور ونمى على كافة الأصعدة ولسيما في المجال العسكري والتنسيق المستمر في الشأن الدفاعي حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة واللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين واللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبدالله الخليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني واللواء الركن بحري محمد يوسف العسم قائد سلاح البحرية الملكية البحريني وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين